اشتركوا في القناة لأن القضية ما زالت حية في وجدان الشعب العربي كل وعند المسلمين الكل وكانت الهدف المتاعه هو برمجة النشاط للفترة القادمة يمكن أن يكون أسبوع وإن شاء الله الأسبوع القادم يشهد العديد من الأنشطة ويتكون دعم معنوي لإخواننا الفلسطينيين في انتظار الدعم المادي إن شاء الله نتمكنه زادة من دعمهم زادة حتى ماديا إن شاء الله هذا هو يمكن عملين فماش تفكير في توأمة ثقافية توأمة ربما تعاون بين بلدية القيروان وبلدية من بلدية فلسطين ربما فماش مشروع هكذا هذه فكرة حقيقة معنى نشتوى الخيوط اللازمة لإعداد توأمة كما هكذا ولكن فكرة هذه هو أن نجمه مبال وراء وياقنا نقع معنى يتقع لبعض الاتصالات الأنسب أن تكون مع بلدية القدس ونعمل وتوأمة هذه فكرة جيدة في 2016 الاحتفال بمرور 1450 سنة على نزول القرآن يوم القرآن جاء في ليلة 17 وقتها رمضان في 2016 يعني 22 جوليا يعني وعبرت للقرآن وحضروا من المسجد الأقصى وحضروا من القدس وحضروا من فلسطين يعني شخصيات بارزة ووقاع منها شبه شبه التوأمة بين القيروان وبين بيت المقدس بين القيروان وبين يعني بين جامع عقبة والمسجد الأقصى حيث نحن هذه خاصة طوى كان الانتفاضة ولد شبابية شببت معناها والتشبيب هو تجويد هو تحسين هو تجديد معناها للوسائل معناها ممكن تزدد وسائل المقاومة يتزدد وسائل النصرة والنصرة نحن توا بركها معناها الوسائل هذه انتعال الأسبوع هذه يعني تعددت تواها وفهل اللحظات هذه الحضرناها مثل قضية القدس بش تكون محور مواضيع خطب الجمعة في الانقاط فعلا نحن توا معناها بحول الله الجمعة هذه مش نستفتحوا ربما تجي هو قد قد الأسبوع افتتاح الأسبوع مش يجي الآيامة يخصصون خطبة الجمعة لهذا الموضوع معناها نصرة فلسطين يعني فلسطين بجميع بمعنى فصائلها يعني هذا هو ثم مش تكون الوقفة معناها في محيط جمعة الكبير يدولوا فيها الآيامة كلمات معناها حول هذا الموضوع وتتخللها شوية معنى أنشيد معنى أنشيد حماسية تتخللها ربما بمعنى معنى عرض ربما عرض صور وشيء من هذا القبيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر